موسيقى أيها السيدات وسادة مساء الخير وأهلا بكم في أضواء على الأحداث والذي يأتيكم من قناة الحوار في لندن والبداية بالعناوين مصر مرض الرئيس أم مرض الدولة موسيقى فلسطين مفاوضات ما لا نهاية موسيقى موسيقى القاعدة من المحيط إلى المحيط موسيقى بغداد وواشنطن انسحاب أم هروق موسيقى موسيقى تعصف بمصر هذه الفترة أزمة داخلية لم تشهدها منذ عقود تمثلت من قطاعات التيار الكهربائي في شهر رمضان المبارك وصفت بالأسوأ منذ عشرات السنين إلى ارتفاع سعار المواد الغذائية إلى نقص المياه إلى المستقبل السياسي الغامض حول إمكانية ترشيح الرئيس مبارك نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة كما يرغب عدد من الحرس القديم في الحزب الوطني الحاكم أو ترشيح جمال مبارك كما يرغب فريق آخر من الحزب الوطني الحاكم ومنهم كبار رجال الأعمال في الدولة للإضافة والإضاءة على هذه الأحداث بمزيد من النقاش والتحليل أرحب عبد الباري عطوان رئيس تحرير صاحبة القدس العربي فيا مرحبا بك ساعد الباري وشرفتنا اليوم في البداية يعني أزمات شديدة تعصف بالمجتمع المصري وتطحن به من قضية أزمة الكهرباء إلى أزمة الغاز إلى هكذا دواليك ما مؤشر كل ذلك في ظل يعني هل هذا هو تحدي كبير أمام الحزب الوطني الحاكم يعني أنا في تقديري مصر تتحلم يعني مصر في حالة انهيار كامل مصر في حالة انعدام رؤية يعني بلد بذوب بين أيدينا وللأسف محد الشاعر بهذه المصيبة لما بتشوف أنه متحف تسرق منه لوحة لبانجو وتكتشف أنه جميع الأجهزة أجهزة الإنذار أجهزة الكاميرات كلها معطلة والسرقة تتم في وضح النهار حر شديد جدا بلد تصل درجة حرارة 45 درجة مئوية وفي شهر رمضان المبارك الناس صايمة والشعب المصري شعب متدين شعب متعبد فجأة تقطع الكهرباء من مصر لا توجد كهرباء على الإطلاق تسأل السبب إيش السبب يقولك ما فيش غاز طب الغاز بنباع لإسرائيل طب ليش بنباع لإسرائيل وفي مصر فيش فيها غاز يقولك والله إحنا لأنه الآن تصرنا نستخدم المزوت بدل الغاز في محطات الكهرباء طب استخدام المزوت بدل الغاز سيؤدي إلى عطل هذه المحطات لأنه أنت بتغير طبيعة كاملة بالإضافة لذلك يعني كمان أزمة اقتصادية طاحنة الغلاء فاحش في الأسعار بيحكوا لك كيلو اللحم 85 جنيه يعني مش معقولة يعني أنا أذكر لما كنت في القاهرة يعني لما كنت في القاهرة سنة 1972 كنت طالب في الجامعة كان كيلو اللحمة بجنيه وكان غالي جدا يعني أيام عبد الناصر كان يباع كيلو اللحمة ب45 بنز 45 أرش بالتعبير المصري طب أجسدات رفعوا لجنيه كويس لما صارت ضجة أنه صار جنيه كيلو اللحمة يعني تتخيل قبل 35 سنة يعني كان كيلو اللحمة بجنيه معقولة ضاعف 85 مرة كيلو اللحمة في مصر إيش اللي بيصير في هذا البلد من وين الناس بتوكل يعني راتب شاء راتب إنسان في هالبلد بينما الرواتب لم ترفع يعني كيلو اللحم في مصر أغلى من كيلو اللحم في لندن بس الرواتب في لندن يعني مليون ضعف بالمقارر الراتب فالبلد بتحلل بالكامل فهذه أزمات يعني أزمات طاحنة طيب هذا مستقبل الشعب المصري هل أصبح كما يقولوا بعض المراقبين يعني مرهون بفترة رئاسية قادمة للرئيس حسني مبارك ولا يعني طموح لجمال مبارك الابن الغير ضال كما قال يعني مصر بتعيش حالة غموط يعني الشيء الوحيد الواضح في مصر هو النهب والسرقة يعني هذا والفساد هذا هو الشيء الوحيد الواضح في مصر غير هيك كله مغمغم غير واضح مثلا يعني بتحكي عن الخلافة طيب مش عارفين يعني اللي هو الدكتور صفة الشريف بقولك أنه المرشح لانتخابات الرئاسة هو اللي هو جمال مبارك مفيد شهاب وزير ثاني وشخص من الحزب الحاكم مقرر بقولك لا أنه الرئيس هو المرشح الحزب الوطني الحاكم طب تحيرنا الأب ولا الإبن يعني رسلنا على حل يعني هاي مفيد شهاب بقولك الرئيس لا هو المرشح صفة الشريف بقولك والله يا أخي يعكس هذا صراع داخل حزب الحاكم طبعا فيه صراع داخل حزب الحاكم فيه انعدام رؤيا يعني البلد مشلول في حالة شلل كامل مش عارفين بالضبط من هو الرئيس ومن هو الخليفة ومن هو ولي العهد ومن هو يعني مش عارفين ايش بيصير في البلد طيب يعني الرئيس عمره 83 سنة الله يعطيه طلط العمر طيب وبعدين يعني مريض وهذا فيه إجماع على مرضه وحتى انه هاي رأي على أمريكا وقولك هاي توقف في فرنسا ليش بدي توقف في فرنسا ايش معنى بروح على الجزائر بتوقف في فرنسا بروح على البحرين بتوقف في فرنسا رأي على أمريكا بتوقف في فرنسا فيه شي لسبب فيه أطباء بيشوفهم يعني واضح جدا طب ساركوزي مبارح كان معه يعني بس من شهر لمزار الجزائر لتعزية الرئيس بوتفليقة بوفاة أخوه الآن إيش يعني يعني حبكت يعني فيه جديد بدي ناقشه مع الرئيس اللي هو ساركوزي مثلا فعملي الرئيس مريض وكلنا بنمرض يعني انت أنا بنمرض طبعا أنت الشباب اللي سم أهل عليك يعني كلنا بنمرض الإنسان مع طبيعي أمر طبيعي لكن مين حيكون المرشح الانتخابات السنة اللي جاية مين حيكون المرشح الرئيس طب إذا ليس الرئيس ابنه طيب ليش ما يطلع بيان واضح في هالقصة غموض كامل في هذا طيب هذا الغموض أيضا صاحبه سيد عبدالباري غموض كامل في انقسام مثلا المعارضة المصرية على كل مشاريبها ومذاهبها واختلافاتها قوة للحزب الوطني الحاكم يقول البودلاء فاشلون شوف يعني قصة الحزب الحاكم يعني هاي أكذوبة صراحة يعني مين هو الرئيس كل رئيس بيجي بعمل حزبه الرئيس السادات أجا عمل المنابر في الاتحاد الاشتراكي بعدين عمل اللي هو الحزب بتاعه الناس الحزب الوطني كل الناس انتقلت من المنابر إلى الحزب الوطني بيجي حسن مبارك بعمل كمان حزب بكل الناس بيضموا لهذا الحزب مفيش شيء اسمه حزب حاكم وأحزاب في أحزاب معارضة طبعا بس أحزاب المعارضة ضعيفة يعني الحزب المعارضة القوي هو اللي هو الحزب أخوان مسلمين أما بذلك الآخرين فراكشنز يعني عبارة عن واحد اتنين عندهم يش تمثيل حقيقي تقول لي والله يعني بديش أسمي الحزب الناصر يش تمثيله الحزب التجمع يش تمثيله حتى حزب الوفد الآن طبعا الآن حزب الوفد انتخب رئيس جديد اللي هو السيد بدوي هذا الرئيس يعني يريد أن يكون هو ميردوغ مصر بطريقة أو بخرى عنده قنوات تلفزيونية زي الحياة عنده جريدة الوفد والآن اشترى جريدة الدستور يعني في عملية يعني على طريق بريلسكوني على طريق رفيق الحريري على طريق ميردوغ هل الحكومة المصرية الآن يعني قررت بأنه يعني يجب أن يكون هناك حزب لبرالي معارض مثلا وتحت التحكم أو يعني أو الكنترول مقابل حزب الإخوة المسلمين مثلا هل أراد الحكومة أن هذا تحوى كبير بها طبعا هل أراد يعني واضح جدا الآن في دعم لحزب الوفد من قبل الحكومة في دعم للسيد السيد بدوي ورجل لا أعرفه شخصيا يعني بس أعرف بزنس مان ناجح بطريقة أو بأخرى لكن هل الامبراطوري الإعلامي الآن اللي سيطر عليها هذه طبعا هيكون لصدف الشارع المصري هل هناك محاولة لإحياء حزب الوفد لضرب الإخوة المسلمين مثلا كمان هذا سؤال مشروع يجب أن يطرح في النخبة السياسية المصرية لكن على أي حال على أي حال الأساس هو أن الدولة لا تريد هذه الأحزاب أن تقوى ولا تريد أن يكون لها تمثيل في البرلمان تمثيل حقيقي يتناسب مع حجمها في البرلمان طيب صفوة الشريف يعني محسوبة على الحرس القديم يؤيد الرئيس جمال مبارك بفترة أو أخرى في هناك يعني صراعات داخل الحزب الوطني الحاكم لماذا رجال الأعمال وتحديدا من اسمه ابراهيم كامل مثلا صرح بأن الرئيس أو الابن جمال مبارك هو المرشح للانتخابات الرئاسية هل هناك صراع لماذا رجال الأعمال هل هناك تحالف ما بين السلطة والثروة فيما يتعلق بترشيحهم لجمال مبارك وابتعادهم ونائهم عن الرئيس الأب شوف يا عزيزي الحكم في مصر أو النظام الحاكم في مصر هو عبارة عن تحالف بين رأس النظام وبين طبقة رجال الأعمال طبقة رجال الأعمال عندها مصالح وعندها قلق يعني حالة الغموض الحالية حالة عدم وضوح الرؤية حالة عدم حسب مسألة الخلافة حالة عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية هذه تقلقهم تقلقهم لمصالحهم لأن الاستثمارات بتهرب من مصر يعني عمليا يعني خايفين مش عارفين إيش بدون يمعون هؤلاء الناس طمعين عملوا ثروتهم ملياراتهم من الجشع من حب المال من الجمع أكبر قدر ممكن من الثروات طيب هم خايفين على مستقبلهم خايفين على أولادهم لو استمر هذا الوضع الحالي الشلل الحالي في البلد أو لا سمح الله لو حصل شيء للرئيس مثلا يعني أصبح على كافة عفريد استثماراتهم على كافة عفريد والله كلهم حيجوا لك على لندن هنا حيكونوا عندنا هنا في لندن حيكونوا في الحوار قاعدين هنا لأنه يعني زي ما حصل في الكويت صار غزو الكويت كل يعني 300 ألف كويتي كانوا يصاروا في لندن هنا هؤلاء الناس أبدا عندهم رجل في مصر و20 رجل برا مصر يعني يعني هو مالهم يعني وطنهم هو مالهم وليس مؤسسة هذا الأربع طاقات أربع مناطق للطاقة النووية الضبعة اسمها وكانت لديها يعني تثير نهم كثير من رجالة الأعمال يعني ألم توجه لهم صفعة من حسن مبارك فيما يتعلق بهذه النقطة مش وجه يعني هو يعني فاحت ريحتهم طلعت ريحتهم يعني أصبحت واضح جدا في عملية سمسرة واضح جدا في عملية محاولة استلاع الأراضي في عملية تكسب فالرئيس مبارك طب ليش أجل هذا القرار طول الفتر لأنه في صراع بينهم مين يفوز بهاللقمة الدسمة هاي فعمليا رجال العمال خايفين واللقطة الأخرى إنه جمال مبارك أولا شاب ثانيا لو أصبح هو رئيس الجمهورية بيحميهم بيشكلهم حماية هؤلاء لو رفع عنهم الغطاء يعني بس رضا ستطلع الفضايح كلها يعني زي ما شفنا اللي هو في قضية سوزان تميم يعني عملي هؤلاء الناس يعني كثير منهم مرتكبوا جرائم أراضي صفقة الأراضي اللي اللي تعطيها لهم مجانا شبه مجانا لو بكرة أجل نظام غير النظام الحالي حيفتح كل هالملفات هؤلاء سيجلبوا بالانتربول من الخارج يعني تقول بأن يعني حتى مستقبلهم المهني والعملي وكله مرهون بالحقبة الجديدة بالحقبة الجديدة الرئاسية هو مرتبط بالأسرة الحاكمة الأسرة الحاكمة رأس الأسرة الحاكمة الآن مريض اتفقنا أو اختلفنا هذا إيش مرضه بحكي لك بعد البرنامج بس عمليا الرجل مريض ما خرجتك كويس؟ نعم عمليا مريض ومرضه خطير طيب بعد إذا لا سمح الله حصل شيء لهذا الرئيس الجمهورية مثلا زي ما قلت الأعمار بيد الله طبعا يعني حتى تصير البلد في حالة فوضى ربما الجيش يمسك الحكم ربما تيجي يعني ضباط جدد ثورة تصير في البلد ربما تصير ثورة شعبي هؤلاء خايفين سيحاكموا والله سيحاكموا فهم لذلك من مصلحتهم حاليا أن يكون اللي هو جمال مبارك والرئيس ولذلك منقسمين هناك أقول لك يا أخي طيب الرئيس خليه هو الشرعي الآن مش مضمون جمال مبارك أن يحكم البلد ما عندوش خبرة ما بيعرفش البلد يعني خلينا مع الرئيس على الأقل لغاية ما نرتب أمورنا نرتب مسألة الخلافة فالخلاف ليس على الاستمرار الحكم ولكن كيفية استمرار الحكم كيفية استمرار الحكم الآن سؤال أخير وابدقيقة واحدة لو سمحت لي من الذي يدعم في هذه الحملات الملصقات الآن هل جمال مبارك أقصد هل الشعب المصري أنصار الحزب ولا رجال الأعمال هم الذين يدفعون الملايين من أجل يعني دعم الرئيس دعم الأبن لا الرجال الأعمال هم الذين يدعمون هذه الحملات رجال الأعمال اللي بدهم رئيس شاب لمصر اللي بدهم يطيلوا من عمر النظام من خلال ابن النظام اللي هو جمال مبارك فهم اللي بيدفع الفلوس ولا الناس اللي وراه الحملة هاي مساكين ما عندهمش يوكلوا فمن وين لهم يعني هل يعني مئات الالاف من الدولارات المحبة صحيح بقدر يتفعل العجيب يعني يا أخي المحبة واحد يفلس بقدر يطبع ملسقات وبقدر يجيب بشغل ناس يوظف ناس وحطوا ملسقات في الشوارع طيب المحبة أنا والله يعني بحبها كثير بقدر أحط صورك في شوارع لندن مثلا يعني واجيب ناس يحطوا هالصورها طيب لازم يكون في ناس بيدفعوا فلوس فعمليا في رجال الأعمال الآن يدركوا جيدا أن مصر في مرحلة انتقالية يريدوا أن تكون المرحلة الانتقالية هذه في شخص جمال مبارك فبيحاولوا يقربوا للناس ويقربوا الناس منه لكن هل تنجح هذه المحاولة أو لا أنا شخصيا أشوق سننتظر ونرى بكل أحوال سعد باري لو تسمح لي سنذهب إلى ملفنا الثاني مشاهدية كرام حيث اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامي نتنياهو على الولايات المتحدة الأمريكية أن يعقد لقاء كل أسبوعين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إطار المفاوضات المباشرة التي سيبدأها الطرفان في بداية سبتمبر أيلول المقبل وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة أن نتنياهو دعا إلى اتفاق خلال هذه اللقاءات على المبادئ التي يمكن أن يناقشها فيناقشها فريقاء التفاوض مضيفة أنه عقد مساء أمس اجتماعا لكبار مستشاريه للإعداد للمبوحاتات المباشرة مع السلطة الوطنية الفلسطينية نتابع تقرير التالية المفاوضات هي الخيار ولو كانت نسبة نجاحه واحد في المئة تصريحات عبر فيها رئيس سلطة الفلسطينية محمود عباس عن قناعاته بالمضي قدما في التفاوض دون أمد فبعد الاشتراطات التي كانت السلطة الفلسطينية ترددها دوما بأن لا مفاوضات مباشرة دون وقف الاستيطان فإن تصريحات عباس واستعداده وطاقم مفاوضاته للإبحار جوا تجاه البيت الأبيض تعكس إفلاسا سياسيا كما يرى مراقبون إذ كيف للطرف المفاوض الأضعف أن يكشف كل أوراقه على الطاولة دون الاتكاء على أي خيارات أخرى عباس قال إن الفلسطينيين لن يخسروا شيئا إذا لم تتجاوب إسرائيل وفشلت هذه المفاوضات في وقت يواصل فيه قادة حكومة الاحتلال تأكيداتهم بأن لا تجديد لوقف الاستيطان ولا استعداد لدى إسرائيل للتنازل حسب تصريحات وزير خارجيتها لبرمن رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو ومن جهته اقترح على الإدارة الأمريكية عقد لقاءات ثنائية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرة كل أسبوعين في مسعى للتوصل إلى تفاهمات حول مختلف القضايا الجوهرية وذكرت الإذاعة الإسرائيلية نقتراحها نتنياهو ينص أيضا على أن يواصل طاقم الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بحث مختلف التفاصيل الخاصة بهذه القضايا الجانب الأمريكي وكالعادة سيرعى هذه المفاوضات ويستضيف على شرف الحفل كلا من الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني عبد الله الثاني وسيمارس ضغوطا للحث على توقيع اتفاق إطاري للتسوية الدائمة في غضون عام حسب مصادر إعلامية على أن يطبق الاتفاق نفسه خلال السنوات العشر المقبلة ونقل عن مصادر في البيت الأبيض تأكيداتها بأن أوباما يخطط لزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال العام الجاري لتثبيت هذا الاتفاق هذه المفاوضات تأتي وسط رفض تام من قبل الفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج والتي رأت فيها محاولات أخيرة لتصفية القضية الفلسطينية ويعطاء شك مفتوح للاحتلال لمواصلة سياساته على الأرض في التهويد ومصادرة الأرض ومن جديد أرحب بعبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة القدس العربي فيامر حم بيك سا عبد الباري سا عبد الباري الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد ليلة اليوم ليلة الجمعة من صنعاء بعد أن التقى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قال نحن مش خسرانين أي شيء يعني حتى لو ذهبنا إلى واشنطن لن نخسر شيء حتى لو فشلت هذه المفاوضات المباشرة فنحن نذهب ونحرج إسرائيل يا أخي هلكونا بإحراج إسرائيل من يوم نسمع عن الروح عشان نحرج إسرائيل عشان نفضح إسرائيل عشان نكشف مواقف إسرائيل يا أخي تعبنا من هذه المسرحية بمعنى الصحف الإسرائيلي بتقولك نتنياهو سيخرج فائزا من هذه المفاوضات نتنياهو الآن نحن كشعب فلسطيني نحن كنا في إسرائيل زنقينها في خالة اليكز نحن كنا إسرائيل متهمة بجرائم حرب في تقرير جولدستون في مجزرة سفن الحرية في عملية تعاطف عالمي كله معنا أنه هذه دولة مارقة دولة مجرمة دولة تنتعيك القانون الدولي وفجأة فجأة نحن نحن نتنياهو نحن نطلع إسرائيل من مأزقها نحن نذهب لمفاوضات مباشرة فورا يا أخي صائب عرقات والرئيس عب هلكونا أنه لن نذهب إلى المفاوضات إلا إذا جرى تجميد الاستيطان لن نذهب إلى المفاوضات إلا إذا كذا لن نذهب إذا تم الاتفاق على الحدود هلكونا لن نات من 17 سنة وهو لن 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 وكل مرة بيمسحوها لن ويقول لك والله إحنا مش خسراني شيء لا يا أخي خسرانين إحنا شعب فلسطيني خسران إحنا شعب فلسطيني يعني رايحين على مفاوضات بشروط نتنياهو رايحين على مفاوضات لأسباب أمريكية ولأسباب إسرائيلية وليس لأسباب فلسطينية إحنا رايحين عشان نصحح نصلح وضع أوباما في الانتخابات النصفية القادمة إحنا رايحين عشان ننقذ نتنياهو من الأزمة الحالية اللي بعيشها في العالم في الهدراء العام الدولي طبعا إحنا الفلسطيني رايحين نقدم غطاء لأمريكا وإسرائيل لضرب إيران وسوريا وعزب الله وحماس تماما في كل مرة بروح بعمله حرب لازم يكون فيه غطاء فلسطيني سنة 2001 سنة 1991 لما ضربوا العراق وقتمر مدريد الأول وبعدين كمان بعدها 2003 لما راحوا ضربوا العراق احتلوا العراق كمان قدموا قصة اللي هو الدولة الفلسطينية قبل عام 2005 الآن الآن بيقول لك والله مفاوضات في غضون عام وهذا لازم تتمخض عن دولة فلسطينية إيش بعمل وليش الآن إحنا في رمضان الله في 2 سبتمبر المفاوضات بل بدا تبدأ طبعا رمضان ليش مستعجل الإدارة الأمريكية ليش أوباما مستعجل على هذه المفاوضات لسه الناس في إجازاتها الأم الإسلامية كلها في الشهر الفضيل تتعبد وتصوم وكل هاجر ليش هذا الاستعجال فيه شي فيه شي على حسابنا إحنا كفلسطينيين فإحنا خسرانين أنا أقول الرئيس عباس مخطئ إحنا خسران إحنا الضحية إحنا اللي نستخدم ولذلك لم يؤيد أحد عباس في الذهاب إلى هذه المفاوضات شرعية التنفيذ طب لما يا حسيدي أن الله عرفه بالعقل لما الجبهة الديمقراطية بترفض الجبهة الشعبية بترفض لما الكمبرادور رجال العمال الفلسطينيين برفضوا لما حزب الشعب الفلسطيني اللي طول عمره مؤيد للسلطة للفاوضات بيرفض لما نص اللجنة المركزية أو ثلاثة رباعة اللجنة المركزية لحركة فتح بترفض لما لما اللجنة التنفيذية يا أخي اللجنة اللحن يا ما تمسخرنا على اللجنة التنفيذية ومش شرعية وأنصاف أو يعني بقايا منظمات أو بقايا فصائل فيها حتى هاي منها الشرعية حتى هاي لم تؤيد الرئيس عباس في ذهابه إلى واشنطن طب يمثل مين طب أنت لما بتروح تمثل حتى الداخل اللي عندك ما عاد شي يعطيك تفويد لكن اليوم قال هو من صنعاء قال نحن نؤمن بالرأي والرأي الآخر ونحترم كل وجهات النظر حتى من كل الفصائل الفلسطينية وليس لدينا أي طريق آخر يا أخي أي رأي آخر لما بيروحوا فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والمستقلين اللي دعمين لعباس وكل يوم على طاولته وبتغدوا معه وبتعشوا معه وبأيدوه ووفروا له غطاء لما قرروا الجبهة الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب ومستقلين ويساريين مش حماس وربما معظموا بيصلوش ولا بيصوموا لما راحوا بدهم يعملوا مؤتمر وهي النادي البروتستانتي مش في مسجد عملوها في كنيسة مسيحية حتى يأكدوا علمانيتهم وحتى يناقشوا يقولوا لا إحنا ضد الذهاب للمفوضات المباشرة إيش اللي حصل بيجوا زعران السلطة بلطجية السلطة بيهجموا عليهم بيضربوهم بيمزعوا لافتاتهم بيمنعوهم من عقد مؤتمر صحفي ويرفعوا صور عباس وبيهتفولوا هل هذا رأي آخر إحنا وين إحنا طب طول عمره بيتباهر رئيس عباس بأنه منتخب ديمقراطيا والديمقراطية الفلسطينية طب وين الديمقراطية الفلسطينية جماعتك ممنوع يقولوا رأيهم في المفوضات المباشرة ممنوع يعرضوا المفوضات المباشرة في أي ولا ولا جمهورية موس أنا بقول لك حاجة إذا الدولة الفلسطينية بدأت تكون على هذا النمط لا الاحتلال أفضل لغاية ما تيجي قوة فلسطينية قادرة على إنها لكن أنا أريد أن أسأل عن نقطة من الذي حدى بالسلطة الفلسطينية أن تذهب إلى هذه المفاوضات أليس الغطاء العربي أليس الدعم الغربي المشروط للسلطة الفلسطينية والرواتب للسلطة الفلسطينية والحالة الفياضية تقول ما في عندنا رواتب يعني السلطة الفلسطينية مكره عندما تتبع إلى مفاوضات. دول العربية تريد حل مشاكلها مع أمريكا. تريد حل مشاكلها مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية. زمان كانوا العرب يضححوا بمصالح شعبهم. يضححوا برخاء شعبهم من أجل قضية فلسطين من أجل أقصى من أجل كرامة العربية والإسلامية في القدس. الآن صاروا يضححوا فلسطين دون أن يكافئوا شعوبهمها. حتى يصلحوا علاقاتهم مع أمريكا حتى تستمر هذه الأنظمة. لكن هذا لا يعني أن الفلسطينيين يقول لك والله العرب ليس دعميننا. لا يا أخي. القصة أنه هذه قضيتك. هذا وطنك. أنت لازم تكافئ من أجل هذا الوطن. لازم تتحمل. ما هي يا أخي فيه سلطة في غزة ومحاصرة ومجوعة. مش عايش على الرواتب. مش عايش على المنح الأمريكي. وهي قائمة السلطة. وفيه طبعا فيه جوع وفيه حسار. لما أنت تكون صاحب قضية بدك تجوع وبدك تتحاصر. وبدك تطارد. وبدك تقتل. وبدك تستشهد. هذا هي التاريخ. كل الشعوب مرت بهذا الأمر. طيب الآن أنه والله الدول العربية مش قابلة أنه تتخلى عن قضيتنا. هذا أمر مختلف كليا. بعدين يعني إحنا أنا قصدي. شوف. التعود الأمور إلى احتلال ومقاومة. هذا قصدي. أنت تفرض علي حل الآن. وانت مش مفوض مني. طب الرئيس عباس لما لجنة التنفيذية ما بتأيده. لما الفصائل ومنظمة التحرير لا تأيده. لما حماس والجهاد لا يؤيده. لما المستقلون لا يؤيده. طب بمثل مين في المفاوضات واشنطن. وبمثل مين في السلطة. بيحكي باسم مين. يجب أن تحكي باسمي. باسم عشرة مليون فلسطيني بدي يكون عندك تفويض أو الحد الأدنى أو الأغلبية من الشعب الفلسطيني معاك. طب إذا نصف فتح مش معاك. وإذا كل هالفصائل مش معاك. طب هنا في عندنا أزمة شرعية. أزمة تمثيل شرعي. فالرئيس عباس يقول لك أنا مش خسران حاجة. لا يا سيدي خسران. إحنا الخسريني الشعب الفلسطيني. وبعدين كمان إذا فشلت المفاوضات. لازم يكون عندك بدائل. إيش البدائل اللي عندك في حال فشل المفاوضات. على قضية البدائل. بنامين نتنياهو البارحة اجتمع مع لجنة أمنية لمناقشة كما وصفوا بعض المراقبين. الالتفاف على قانون تجميد الاستيطان. هذه من ناحية. أخرى نتنياهو قالوا يسعى إلى أرضاء الإدارة الأمريكية وبنفس الوقت يحاول أن لا تتصدأ حكومته بأي شيء والمقصود فيه أبيكدور لبرمن أو ذلك. هل هذا أيضا تحدي لنتنياهو ولا لا داخليا هذا؟ نتنياهو متفق مع جماعته داخلين. إيش اللي حصل؟ في اجتماع مصيري وحاسم حصل بين نتنياهو ورئيس أوباما في شهر يوليو الماضي. التقوا اثنين في البيت الأبيض. كان اللقاء حميميين. صارت فيه طبخة في البيت الأبيض. هذه الطبخة أدرك أوباما بأنه اللي شعبيته بتنزل إلى أقل من 45% الآن. وشعبيته حزبه متدهورة. أدرك أوباما بأنه الانتخابات النصفية سيواجه مشكلة كبيرة. والحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي يضغط عليه. فكان لابد يعمل صفقة مع نتنياهو. إيش معالم هذه الصفقة؟ أنه خلص مش هضغط على إسرائيل. حلوا عني. ما تشوهوش صورتي. وأنا مستعد. أنا أضغط على الجانب الفلسطيني. فبدل ما يضغط على إسرائيل. زي ما كان بالأول. وتجميد الاستيطان. صار يضغط على الجانب الفلسطيني. هو فيه. ظل هو جانب فلسطيني. وتمثلت بالرسالة التي ظاهروا الوعد وماطنوا الوعد بالرئيس الفلسطيني محمد عبدالرس. يا أخي. إنه قال لك أن نوقف المساعدات. كل مرة بيصير فيه ضغط أمريكي على الفلسطيني اللي بيطلع لك سلام فيات. والله السلطة عندها عجز مليار ونصف مليار. والله إنه مش هنقدر ندفع الرواتب للشهر الجاي. والله حتى ولا اللي بعده. والسلطة حتتآكل من الداخل وحتتتقوض. يعني يا جماعة احنا مقدمين على تنازلات يعني ادعمونا وإلا فيش رواتب. مش معقولة. يعني أصبحت السلطة الفلسطينية بس يعني مؤسسة خيرية. تقديم رواتب وشحدة على حسابنا. يعني هذه الأموال على حساب الشعب الفلسطيني بتشهد. بدون أن يكون الشعب الفلسطيني اللي رأي فيها كيف تصرف حتى كيف... يعني فيه يجب أن يصحى الشعب الفلسطيني من الغيبوبة اللي بعيشها حاليا ويقول لها السلطة لا. يعني عمليا تسقطها السلطة. لما بتصير السلطة هي عبارة عن أداة إسرائيلية. طب إيش فايدتها؟ يا أخي لما تكون السلطة تحرز على المستوطنين. لما بيجبوا لك ممنوع أذان ترتيل القرآن في المساجد. لما بيقتحموا مساجد. لما بيمنعوا ناس أفاضل من الإمامة. ومعروف طول عمرهم حتى أيام الإسرائيليين كانوا هم يئموا في صلاة الجمعة. لما يمنعوا. لأنه خشية إزعاج المستوطنين. المستوطنين مزعجين من ترتيل القرآن. مع أن الهباش نفى ذلك الرجل يعني. يعني طبعا بنفوا. هم كلهم بنفوا. دائما بنفوا. بس عمليا عمليا يعني. هذه المشكلة التي الآن في توتر في الخليل. لأنهم منعوا أعضاء مجلس تشريعي منتخبين منعوهم من الإمامة. منعوهم من الإمامة الصلاة. طب يا أخي منتخب. طب أنت بتقول لي سلطة ديمقراطية أنت. طب هذا إنسان منتخب. ليش تمنعه من الخطابة؟ ليش تمنعه؟ سؤال أخير. سنتبه لأفاصل قصير. روبرت سري وهو الممثل الأمم المتحدة. التقى البارحة عمر موسى وتفائل جدا بهذه المفاوضات المباشرة. لا تشاركه ولو بعض من التفاؤل هذا؟ يعني إذا كيف بدأت فائل؟ يعني كيف بدأت فائل أنه فيه رئيس رايح بدون غطاء شرعي. بدون تمثيل شرعي. كيف بدأت فائل؟ كيف بدأت فائل وهو نتنياهو بقول لك الاستيطان سيستمر. ولن نتخلى عن القدس. والقوات الإسرائيلية يجب أن ترابط على غور الأردن. والقدس هذه خارج نطاق المفاوضات على الإطلاق. هذه عاصمة أبدية للدولة الإسرائيلية. طب كيف بدأت أنت تتفاعل؟ وبعدين حتى لبرمان أنه رافض يروح على الوقت وضع. هو حتى نزل من سقف التوقع. حتى في قدر لبرمان وزير الخارجي الإسرائيلي قال أنا غير متوقع أي شيء منها. هذه المشكلة. المشكلة أنه وين إحنا رايحين؟ يعني أخطر شيء في هذه السلطة الآن أنها أصبحت هي الذراع الأمني للاحتلال في الضفة الغربية. هذه الخطورة. أصبح الرجال الشرطة الإسرائيليين والمخابرات بتجولوا في رغم الله كأنهم أبداً. ولا في خطر ولا في شيء بلدهم. يعني بروح بيزور القائد الشين بيت بروح يزور مقر قوات الأمن الفلسطينية ويستقبل. يتبعوا له خرفان وأهلا وسهلا فيك وشرفنا. أي شيء. معقولة في التاريخ. وريني في تاريخ الحركات التحرير ولا في تاريخ الشعوب. أنه صارت الشعوب تشكل قوات الأمن لحماية المحتل. أول مرة في حياتي بسمعها. أنا أقارئ للتاريخ جيد. أول مرة بأسمع أنه فيه ناس تحت الاحتلال بيكونوا السلطة. هذه السلطة بتكون قوات الأمن لحماية الاحتلال ولحماية المستوطنة. طيب اسمح لي سيد عبدالي أن نذهب إلى فاصل قصير. مشاهد يكرا. فاصل قصير لنتابع بعده. القاعدة من المحيط إلى المحيط. والجديد في المعضلة العراقية. مع عبدالباري عطوان ونعود إن شاء الله. من جديد مرحبا بكم. رفض اليمن أي جهود خارجية أو غربية لمكافحة تنظيم القاعدة في رد على رغبة أمريكية بقصف مواقع القاعدة بطائرات من دون طيارة كما يحدث في باكستان. ولوحظ في الأسبوع الماضي فشل للعملية المريتانية الفرنسية لاستعادة الرهائم بالقوة من تنظيم القاعدة. من جهة أخرى دفعت إسبانيا سبعة ملايين يورو للإفراج عن رهينتيها إلى نشاط القاعدة في الجزائر. إلا تفجيراتي في العراق إلى اليمن لتصبح المحصلة من المحيط إلى المحيط. من جديد ورحب عبدالباري عطوان رئيس تحرير صحيفية القدس العربي فيامرحب بيك سعد باري. سعد باري أنا أريد أن أفهم مسألة. هل القاعدة كما يصورها الغرب بالفعل بهذا الحجم وبهذا الزخم في اليمن تحديدا لتحقيق مآرب أخرى كما قالوا ولا لا؟ شوف يا سيدي القاعدة سنة 1996 لغاية 2001 تقريبا كان القاعدة لها عنوان واحد هذا العنوان هو تورابورا في أفغانستان يعني أنا حتى أذكر مرة تصدفية صحفية أمريكية يبدو من ولاية أمريكية داخلية قلت لي كوديو دوميا فيبر عملي خدمة وتفضل قلت لي بدي عنوان القاعدة بدي عنوان أسامة بن لادن قلت لها معاك ورقة وقلام قلت لي آه هذا 11 سبتمبر قلت لها يعني أفغانستان جلالة بات اللي هو تورابورا تورابورا هاي ستريت الشارة الرئيسي فيها تورابورا أول كهف على اليمين كان للقاعدة عنوان واحد قالت لي طيب فيه إيميل قلت لها آه فيه إيميل اللي هو يعني أسامة تورابورا دوت بومب دوت بومب دوت بومب فالوهم يعني قصدي أقول أنه كان للقاعدة عنوان واحد اللي هو تورابورا أفغانستان الآن تخيرت الصورة الآن عندك القاعدة تحولت إلى أيديولوجية القاعدة يعني الأمريكان قدموا أكبر خدمة للقاعدة سواء بدون قصد أو بقصد يعني بمعنى الآن القاعدة أصبحت يعني قبل كانت برامد هرمية يعني فيه رأس التنظيم فيه كمان القاعدة الآن لا الآن القاعدة أصبحت قاعدات عندك قاعدة الآن في أفغانستان وتعمل بشكل جيد عندك قاعدة الآن كمان في الجزيرة العربية خاصة في اليمن عندك القاعدة أيضا في السعودية ولا زالت تشعبات عندك القاعدة في شمال إفريقيا اللي هو في الجزائر عندك القاعدة في الصحراء الكبرى عندك القاعدة في الصومال يعني صارت القاعدة قاعدات كبيرة وصارت أخطر يعني أصبحت الفروع أخطر من المقر الرئيسي العراق الآن القاعدة رجعت إلى العراق الآن التفجيرات الأخيرة سبع محافظات عراقية أفاقت على تفجيرات من كل الأنواع رود بومز اللي هي قنابل الطريق عملية الانتحارية يا سيدي سيارات مفخخة شاحنات للغومة يعني لا يصبح تنظيم القاعدة كأنه تنظيم عالم وإنما كل دولة خائبة ربما تعاني من أزمة تفرخ هذه العناصر بشكل تلقائي لا ما هو أنت عندك يعني كمان طبعا بلا شك في ذلك كمان عندك الإحباط يعني خلينا نشوف الفقر عندك الجوع عندك الفساد عندك العدام الكرامة عندك الإذلال اللي بتواجه فيها الشعوب العربية في حالة إذلال بواجهها الأمة الإسلامية والأمة والشعوب العربية على وجه التحديد هذه أنظمة العرب ما لهم قيمة في المعادلات الدولية على الإطلاق بسبب هذه الأنظمة الفاجرة الدكتاتورية الفاسدة فعملين في بعض الشباب بيتطرفوا أو بيتشددوا يعني عملين بلجأوا يعني أنت مش لازم القاعدة مش يعني ممكن فراكشن يعني جزء بسيط جدا من هالشعوب العربية أو الشعوب الإسلامية بنضموا للقاعدة في حالة يأس في حالة إحباط في حالة إذلال لما أنت بتشوف يعني مليون ونص مليون إنسان عربي مسلم في محاصرين في قطاع غزم جوعين مش لقين كهرباء مش لقين مية مش لقين أكل ومسكرين زي عليهم زي الفراخ في القن أو في الحق يعني شيء مأساة كبيرة طيب القاعدة يا استفادت من كل هذه الأشياء استفادت منها وفي بعض الشباب أنه نضموا إليها بس عملية تقول لي أن والله الشيخ وسامة بن لادن جالس بعضي آه والله تزكي أنه الزكي هاي يكون رئيس التنظيم لا الآن الرجل مطارد الرجل الآن يعلم الله وين هو لكن اللي حصل أنه فيه قيادات إسلامية أو قيادات متشددة إسلامية تبنت خط القاعدة وقررت أن تفتح فروعا للتنظيم فروع في اليمن فروع زي ما قلنا في شمال إفريقيا فروع في عراق فروع في الصمام أنا وسامة بن لادن من سنة 96 نعم شوف يعني الآن القاعدة في اليمن هي أقوى من القاعدة أفغانستان القاعدة في اليمن الآن هي القيادة الحقيقية للقاعدة بس بدون الشيخ أسامة بن لادن بمعنى لأنه اليمن يشكل الآن يعني البيئة الخصبة للقاعدة أنه بلد يعني الدولة المركزية ضعيفة جدا أو الحكومة المركزية ضعيفة جدا الأطراف أصبحت خارج لطاق الدولة في الجنوب أصلا في تواجد إسلامي وخاصة في منطقة إبيان في تواجد إسلامي قوي جدا صحيح في أموال أيضا بعدين كمان اللي هو الشيخ أسامة بن لادن أصلا من حضر موت عيلته من حضر موت من اليمن من اليمن الجنوبي أنا أحكي لك يعني أنا في سنة لما قابلت الشيخ أسامة بن لادن في تورابورا في نوفمبر 1996 يعني سألته سؤال قلت له طيب أنت في يوم الأيام ها شوف سنت في نوفمبر 96 قلت له في يوم الأيام ستتعرض لعملية إبعاد ما قلتش طرط طبعا قلت له ستتعرض لعملية إبعاد من أفغانستان بالطريقة اللي اتعرضت فيها لعملية إبعاد من الخرطوم فهل أنت حسبت حسابك وين هتروح فطلع فيي وقال لي أنا هروح على اليمن لأنه مرتفعات اليمن جبال اليمن أقدر على حمايتي وهي زي مرتفعات تورابورا اللي أنا بحبها واللي أنا برتاح فيها وبشعر بالأمان فيها فمن سنة 96 وزعيم تنظيم القاعدة يضع اليمن بين عينيه حتى أقول لك حاجة سير أنه في قعد المقابلة طلب مني طلبوا مني اللي حواليه طبعا ويعني أنه طلبوا بديش أسميهم طبعا طلبوا مني أني أحذف هذه الفقرة من المقابلة لأنه ما فيش داعي نكشف عن خطط القاعدة في المستقبل وكان أطلبوا مني أيضا أحذف فقرة أخرى من المقابلة كانت عن لحظة بس ماذا حاضر على عينيه فأحذف فقرة أخرى أنه كيف أهين من إبعاده من الخرطوم يعني كيف فعلا تعرض لهنا وقالوا له أمشي وقالوا له فلوسك الله معاك ولا فيش فلوس عندنا فصار مساومة أنه يا أخي طيب هذو ولا السودانين أونا وكذا بناشي نسئلهم وهاي بعدين قلت لهم لا يعني خلينا نعمل مساومة يعني طبعا يعني بحذف شيء وبخلي شيء فقلت لهم بخلي قالوا تحذف اليمن وقلت لهم لا بحذف السودان وبخلي اليمن فخليت اليمن طبعا والسودان خففته يعني ما أحذفه وكان يشعر بمرارة فعمليا اليمن كانت هي في ذهن زعيم تنظيم القاعدة من ذلك الوقت الآن اليمن أقوى من أي مكان آخر لكن هذا اليمن أنا أريد لماذا رفض رفض قطعي طلبة من الولايات المتحدة الأمريكية لأن هناك هجوم وهجوم مضاد يعني تصريحات يعني شبه أزمة يعني بين البلدين هل الولايات المتحدة تريدوا إحراج اليمن أمام كل القبائل وأمام شبه ومأرب وأبيان لماذا؟ لأنها كانت هي تضربهم بطائرة بدون طيار أوريدي يعني فالآن أعلنت وقت بأننا سنضربهم على نام مما أغضب اليمن لا هو إيش اللي حصل يعني خلينا يعني هو الرئيس اليمني علي عبدالله صالح عنده دهاء غير عادي في التعاطي مع القبائل والتعاطي مع القاعدة يعني كان يعني يضرب ويلقى زي ما يقولوا عنه يعني في عصة وجزرة بيحجزهم بعضين بيفرج عنهم وهكذا دخول الأمريكان على الخط وإرسالهم الطائرات الدرونز هذه الطائرات بدون طيار وقصف أماكن في اليمن هذه قبائل وهذه قبائل يعني تعمل ثأر مع النظام ومع الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان هذا الأسلوب دمر الولايات المتحدة ودمر حكومة كارزاي لدرجة أنه كارزاي هو الحميد كارزاي هو كان يطالب أمريكا وقف القصف لأنه أضر أكثر مما نفع وعبأ الناس خلف طالبان والآن طالبان أقوى بكثير بسبب هذه الطائرات الآن نفس الأسلوب تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن اللي بيحصل ضحايا هذه الغارات الأمريكية اللي تتم من وراء ظهر النظام ربما بدون معرفته ربما هذه أصبحت تحرج النظام اليمني وتضعفه أكثر مما هو ضعيف لأنه توقع بينه بين القبائل والنظام القبالية اليمنية معروفة طيب من المشرق إلى المغرب من الأسبوع الماضي أنا أستغل وجودك تم الاتفاق دفع الإصبان سبعة مليون يورو من أجل تحرير رهينتيهما هناك وتم أخذه طبعا العملية الفرنسية الموريتانية فشلت ولم يتم تحرير الرهينة الفرنسي ما دلالة أن توافق دولة مثل إصبانيا والله بالقاعدة طلبنا سبعة مليون يورو تفضلوا وعطونا الرهينتي شوف يعني فيه سباق على أفريقيا يعني في الواقع بدل ما يكون العرب هم المتواجدين في أفريقيا الآن القاعدة أصبحت متواجدة في أفريقيا شوف يعني من مفارقة القدر يعني أنه العقيدة القذافي قال تديروه على أفريقيا وإفريقيا وإفريقيا مهمة القاعدة طلعت أشتر ووصلت إلى أفريقيا قبل العقيدة القذافي الآن هو خرج منها طبعا بشكل أوب على الأقل وجود وضعف فيها الآن القاعدة أصبحت موجودة في أفريقيا كل الصحراء الغربية الصحراء الكبرى الأفريقية الآن أصبحت في يد القاعدة بطريقة أو بأخرى الثيقة التي طول عمرها مركز نفوذ أوروبي الآن أصبحت القاعدة تنافس أوروبا في القاهرة الأفريقية عندك أمرين الآن القاعدة في الشمال التي تنقت من الجزائر والصحراء ومن موريتانيا أيضا والقاعدة في الصومال القاعدة في الصومال تتمدد وضربت في أغندا وأوجعت أكثر من 96 قتيلاً في مبارات كاس العالم والخطوة الثانية صارت القاعدة الآن أصبحت هي تسيطر الآن أي شخص أوروبي يريده على الشمال الأفريقية أو على الصحراء الكبرى أو على الدول تحت الصحراء يريده تصريح من القاعدة في الوقت ما هناك يعني أنا أريد المسألة العراقية ما في تطخيم أمريكي من أجل تغلغ العسكرين في تلك المنطقة لا ما هو الأمريكان هيتغلغلوا وهيتعب وين بدهم تغلغلوا الأمريكان ما هو أريد يتغلغلوا في أفغانستان ويدفعوا ثمان ضخم جداً أكثر من 1200 مليار دولار خسروا في أفغانستان والعراق كمان بدهموا حرب القاعدة في إفريقيا ما عندهمش القدرات حتى لو عندهم القدرات ما بدهمش يتحملوا والآن أمريكا مقدمة على انهيار اقتصادي جديد عملياً لا في قوة للقاعدة وإسبانيا هذا اعتراف بهذه القوة لما بتيجي إسبانيا وتتفاوض مع القاعدة وتدفع 7 مليون يورو ومقابل إفراج عن رهنتين يعني معنا ذلك بتقولهم خذوا الفلوس وحلوا عني وبديش أروع على أفريقيا وسلاموا عليكم على عكس ما عامل ساركوزي عانت ساركوزي دبحوا الرهين بتاعه فعملياً وأسبانيا مش أول مرة لما صارت تفجيرات مدريد عام 2005 في مارس 2005 إيش اللي حصل 2004 آسف اللي حصل إنه إسبانيا وافقت بالكامل على شروط القاعدة وسحبت جميع قواتها من العراق إذا بكترجع الموضوع العراق يعني بسبب التفجيرات أدركت بأنه يعني بدأ هدن مع القاعدة إنه هذا تنظيم قوي هذا تنظيم خطير أفضل شيء إنه يعني بعسلك يا رحلة سحبوا قواتها بالكامل وانتقدت في ذلك الوقت الآن طبعاً تتعرض لنفس الانتقاد لكن أسبانيا مواقعية بدهاش بدهاش تورط حالة في مشاكل أمنية هي مش قدها طيب سمح لي أن ننتقل لموضوعنا الأخير بقي لدينا ست دقائق نحاول نفتحها معك حيث مشاهدية كرام قالت مصادر إعلامية إن اجتماعاً ضم جميع قيادية قائمة العراقية التي يتزعمها دكتور أياد علاوي تم فيه الإقرار بمواصلة الحوار مع الاتلاف الوطني الذي يتزعمه أمار الحكيم بهدف تشكيل حكومة العراقية المقبلة على أن تسند رئاستها وفقاً لرؤية الجانبين إلى علاوي ورغم لقاءات سابقة مكثفة بين مختلف الأطياف السياسية لا زال العراق يتخبط في أزمة سياسية حادة بسبب خلافات عميقة حول هوية رئيس الوزراء المقبل ساعة عبدالباري سندخل في الشهر السادس وما في حكومة هذه الحكومة على قولة العراقيين كما يقولون الآن تسأل أي مواطن عراقي يقولون ماكو كهرباء ماكو مية ماكو أمن ماكو حكومة كل شيء ماكو إلى متى؟ نحن شهر السادس وإن شاء الله السابع ربما والثامن وحنحكي عن نفس الموضوع يا أخي العراق الآن بش العراق اللي أنت بتعرفه العراق الآن أصبح كوارث يعني مش بس كارثة هذا العراق الآن يعني أبناء العراق لا يملكوا القرار في العراق هذا النخبة السياسية أصلاً هذه مجموعة من الواجهات لقوى خارجية اللي واجهة لقوى أمريكية اللي واجهة لنفوذ إيراني اللي واجهة لنفوذ سعودي اللي واجهة لنفوذ سوري يعني ما عادش فيه العراق اللي هو العراق السيد العراق الصاحب القرار المستقل ما عادش فيه العراق الحكومة المركزية اللي تمثل كل العراق يعني هذا وهم كبير يعني مالكي مستمر لأنه لعدم وجود البديل ولما عملوا الانتخابات هاي سنة 2000 في مارس اللي فات على أمل اللي هو حل المشكلة وإطفاء شرعية حتى الديمقراطية اللي كانوا باهوا فيها راحة ما حدش فيه ديمقراطية بالعرض طب انتوا عملتوا انتخابات وانتخبت حكومة وانتخبتوا برلمان طب وين مفروض البرلمان يجتمع البرلمان اللي بيأخذ العضو فيه مش عارف 25 ألف دولار في الشهر أو أكثر يعني هذا لما يجتمع إلى ربع ساعة لأنه بداية اجتمع لازم يقرر رئيس للبرلمان عمليا ما فيه رئيس جمهورية منتخب لا فيه رئيس للبرلمان لا فيه حكومة ما فيهش أمن يعني عمليا والأمريكان هربوا هروب الأمريكان من الأنبار وتخفيض قواتهم من أقل من خمسين ألف هذه دليل تسليم بأنه هذه بلد فالد لا تعالج ما فيهش فايدة خلص مع أن أديرنا وصرح أستاذ عبد الباري بأن الولايات المتحدة بالطبع هي ستحتفظ بخمسين ألف جندي لأغراض ليست قتالية كما وصفت لكن قال إذا أدركنا بأن الحكومة العراقية والجيش العراقي غير قادر على حفظ الأمن سنتدخل من جديد هذا في أحدث تصريح له هل الحكومة العراقية قادرة على حفظ الأمن يعني الحكومة العراقية غير قادرة على حفظ الأمن الحكومة العراقية الآن يعني ما فيهش حكومة عراقية أساسا ما فيهش يعني عملين ما فيهش طب لما بأي وين الحكومة لما بتيجي التفجيرات سبع محافظات وتستهدف هذه الحكومة سبع أو مؤسسات للشرطة للأمن مراكز الشرطة أو متطوعين للشرطة سبع في نفس الوقت هذه قوة جبارة اللي تقف خلفها يعني طب انتوا كحكومة وين كحكومة يعني وين دوركم وين وعودكم وما فيش كهرباء ما أقول العراق اللي فيه 115 مليار برميل احتياطي نفطي اللي بنتج 2.5 مليون برميل يوميا ما أقول هذا العراق بقدرش يؤمن أربع ساعات كهرباء لمواطني وفي عز الحر وين راحت الفلوس وين راحت المليارات نهبوها سرقوها وين الحكومة تقول لي حكومة مش عارف يا أخي صدام حسين لاحظ بالمناسبة محدش بجيب سيرة صدام حسين ولا واحد بيك كان مقابر جماعية والطاقية لان بجيبوا يسيرته يا أخي بعد تدمير العراق عام 1991 في أقل من سنة رجع وحصارها رجع التيار الكهربائي ورجع المية وبنى حوالي أربعين جسر عاد بنائهم ورتب البلد وصار في حصة تنوينية رغم أن العراق ما كانش يصدد برميل واحد من نفط ممنوع يصدد برميل واحد إلا لما صارت النفط مقابل الغذاء بعد خمس أو ست سنين فعمليا طب انت حكومة عندكم أمريكا وعندكم كل خبرات أمريكا وعندكم اثنين ونصف مليون برميل بتصدروها يوميا وعندكم احتياطات نفطية وعندكم الديمقراطية وعندكم الحقوق الإنسان تحكوا عنها مش قادرين تعملوا أمن ولا قادرين تعملوا كهرباء ولا عاملين تعملوا مستشفيات ولا تعليم ولا مية ولا شيء ودرجة الحرارة في العراق في بغداد خمسين درجة مئوية وفيما فوق هذا في الظل خمسين درجة مئوية يعني لا يملك العراق الآن والحكومة العراقية إن شكلت يعني بعد العيد أو إن نجحت يعني كل جهود الأقليم لن تشكّل يا سيدي العراق بقيت لك بقرار مع أنه دكتور أياد علاوي قال أنه الولايات المتحدة بدي أسألك عنه قبل نهاية برنامز يعني الولايات المتحدة قال توافق على أي حكومة توافق عليها طهران منذ متى كان هذا الكلام يعني يعني ما هو علاوي الآن في حالة يأس ما هو الدارة الأمريكية في حالة محرجة الإدارة الأمريكية مدمر الدارة الأمريكية أدركت بأنه الفيتو الإيراني هو الذي منع تشكيل الحكومة طول الستة الشهور الماضية أدركت الولايات المتحدة الأمريكية أنه ما فيش حكومة إلا إذا وافقت عليها طهران فهي بدها توافق على هذه الحكومة لأنها بدها توافق طهران لأنها بدها تقول العراق في حكومة لأنه الخمسين ألف جندي الآخرين سينسحبوا حتى الخمسين ألف أمريكا بتخفف قواتها عشان يسهل عليها الهروب في حالة اندلاع حرب بينها وبين إيران يعني هذه المشكلة الحرب ممكن تعدد في أي وقت يعني عمليا فعندها بيكون تسحب مئة وسبعين ألف جندي ولا تسحب خمسين ألف جندي مين أسهل بعدين بدها توسع لهم الآن أخطت الخمسين ألف على الكويت وبعدين من الكويت إلى أمريكا فبدت تعملهم وسع حتى تستوعبهم كمان مرة وليش أعطت الكويت صواريخ باتروت بعت الكويت فجأة صواريخ باتروت 2 مليار 2 مليار طبعا دفحت الكويت لكن هذه الصواريخ مين لحماية القوات الأمريكية اللي موجودة في الكويت يعني هاي القصة يعني هزا قالوا ربما من أجل أي احتمال إذا صارت هناك أي حرب صواريخ الإيرانية يعني الآن يعني تخيل شوف هذه أمريكا العظمى يعني بينسحبوا زي اللصوص من العراق بالليل يا زلم مفروض ينسحبوا في 31 الشهر الحالي قدموا الانسحاب أسبوعين حتى وبالليل انسحبوا طب وين حتى يمكن والله أشك أنه المالكي يعرف موعد انسحابهم أشك أنه مش مفروض هذا قوات محررة مش مفروض العراقين يصفوا في الشهر يسقفوا لهم ونحررهم بلدهم مش هي قالوا لنا يوم التحرير هذا يوم وطني عراقي طب وين الشعب العراقي ما حس فيه هربوا هروب خايفين من القاعدة خايفين من المقاومة في مقاومة عراقية هذه أفشلة المشروع الأمريكي فهذه المقاومة خايفين من المقاومة نسحبوا بالليل تخيل هذه أمريكا العظمى القوة العظمى أمريكا أكبر قوة في التاريخ تنسحب خايفة تحت جنح الظلام وتقول لي هذا انتصار وتقول لي هذه قادرة شكل حكومة هني بدلوا من عملية تحرير العراق إلى عملية أسموها على قضية الليل فجر جديد هذا يعني بأن هناك فجر جديد سيخرج مشعن بحسب الأمريكيين الفجر الجديد أكثر من 60 واحد يندبحوا في يوم 250 واحد الدم في الشوارع هذا الفجر الجديد هذا الفجر يحكوا عنه هذا الدولة بلا حكومة هذا الفجر ستة شهور بلا حكومة هذا فجر جديد طب إذا هذا الفجر والله إيش الظلام يعني عمليا يعني قل لي والله يعني إذا كان الفجر دولة بعد سبع سنوات من الاحتلال واحتلال الأمريكي ومعها بيجي 30 دولة لا فيها حكومة لا فيها برلمان لا فيها أمن لا فيها جيش لا فيها شفافية نهب وصرقة وشركات نفط بتسرق أموال الشعب العراقي وناس نخبة عراقية بتتنافس فيما بينها مين ينهب أكتر وهي موجودين بدأوا يهربوا على لندن موجودين في لندن الآن موجودين أعدين طيب هذا تشخيص ما الحل بـ 30 ثانية سمحت لي هذا واقع كيف الحال؟ واقع لا مين المسؤول عن هذا الواقع يجب أن يحاكم هذه السياسيين العراقيين اللي برروا الاحتلال وقدموا له الغطاء يجب أن يحاكموا هذولا ضحكوا على الشعب العراقي ضللوا للشعب العراقي مزقوا بلدهم أغرقوه في حروب طائفية أغرقوه في وضع مأساوي ما حقولي الشعب العراقي اللي بده التحرير وبده الديمقراطية اللي أضحكوا عليه بالتحرير وبالديمقراطية وبالفجر جديد اللي تفضلت فيه ما حقولي هذا الشعب العراقي ما عندهش كهرباء؟ ما حقولي هذا أغنى شعب في الدول العربية طيب يا سيدي صدام كان سارق الشعب العراقي وزيما بيقول وين هي آه فكرة من اللي يراد صدام مشوفناهش المسؤولين يجب أن يحاكم وأمريكiden المسؤولين يجب أن تحاسب وأن تعوض هذا الشعب العراقي سؤال لمن يهمه الأمر شكرا جزيلا لكم سيدنا عبدالباري عطوان رئيس تحرير صحيفة القدس العربي شرفنا اليوم سأندعنا لكم الحديث معك شكرا جزيلا لكم كما أشكركم أيها السيدات والسادة على حسن متابعتكم دمتم الله يراكم الله أعكم اشتركوا في القناة